خليني اقول لحضراتكم انه سيمبا يمكن كتير من الناس بتشوف انه سيمبا فريق سيمبا وفيتا كلاب يعني مش من الفرق الصف الاول في افريقيا لكن اعايز اقول لحضراتكم انه ديديجو ميز مدرب سيمبا حاليا كان هو هو مدرب المريخ السوداني قبل كده وشايف ان المجموعة يعني بيقع فيها فريق سيمبا مع الاهلي ومريخ وفيتا كلاب هي مجموعة متوازنة نوعا ما في دولي مجموعات الابطال وشايف انه كل الحسابات مفتوحة كل الفرق عندها فرص متساوية طبعا من وجهة نظره وانه الاهلي كمان طبعا يمكن يكون ليه افضلية شوية لكنه بيأكد على انه فرقته جاية تشارك عشان عندها طموح انها توصل للدور ربع النهائي ويمكن اللي بيدعم من ده طبعا بداية الانطلاق على المشواره في البطولة وفوزه على فيتا كلاب وتحقيقه الاول ثلاث نقاط قال كمان ان هو بيهنق الجهاز الفني للاهلي والفريق على اداءهم في كهاز العالم للاندية وانهما صنعوا انجاز ومعروف ان الاهلي بيقاتل في كل مباراة بس المرحلة دي من دوري الابطال مفتوحة لكل الاحتمال